قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بيّن الشيخ رحمه الله هذه الآيات فقال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وأعلم أن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إما أن يكون شركا وإما أن يكون سببا موصلا إلى الشرك وإما أن يكون نقصا في التوحيد فالمعاصي التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى مثل الغيبة على سبيل المثال هل هي شرك؟ ليست شركا هل هي من أسباب الشرك؟ ليست من أسباب الشرك هل هي من نواقص التوحيد؟ نعم وهذا يندرج تحته كل ذنب ومعصية فإنها من نقص التوحيد ولذلك لما ذكر الله جل وعلا صرف السوء والفحشاء عن يوسف عليه السلام قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين في قراءة المخلصين فالإخلاص وكمال التوحيد من أعظم أسباب انصراف الإنسان عن المعاصي الدقيق منها والجليل وقوله يدعو إلى التوحيد يدعو إلى التوحيد ببيانه وما يجب لله عز وجل منه وأسباب تحقيقه ويدعو إليها أيضا ببيان عاقبة الموحدين فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دائرة على النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد مع أن الشريعة جاءت بأوامر كثيرة لكن كل هذه الأوامر تدور في فلك تحقيق التوحيد ولذلك قال ابن القيم رحمه الله القرآن كله أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك ويتبين ذلك أن القرآن جاء بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد بيان عاقبة المشركين وبيان عاقبة الموحدين وبيان ما يتم به التوحيد ويكمل به التوحيد ولذلك كهان التوحيد هو المحور الذي يدور عليه كتاب الله عز وجل ثم قال رحمه الله وربك فكبر عظمه بالتوحيد ولا شك أن أعظم ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى التوحيد لأن التوحيد فرع عن تعظيم الله وغايته ومحبة الله عز وجل ونهايتها فالتوحيد يقوم على هذين الأمري على التعظيم وهو الذل لله جل وعلا والمحبة وبهما يحصل تمام التعظيم والتكبير لله جل وعلا وبقدر ما يحصل من النقص في هذين الركنين العظيمين للتوحيد بقدر ما يحصل نقص التوحيد والخلل فيه قال وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك فجعل الثياب مع الثياب الأعمال وأصل الأعمال أعمال القلوب فيجب تطخير أعمال القلب من كل شرك وكفر وكذلك أعمال الجواري ولذلك قال ابن القيم رحمه الله جمهور المفسرين من السلف على أن معنى قوله وثيابك فطهر أي وقلبك فطهر ويكون ذلك بإصلاح العمل والخلق وكل المعنيين صحيح وظاهر قال والرجز فهجر الرجز الأصنام والأصل في الرجز يطلق على النجاسات والمستقدرات ولا شك أن الأصنام من النجاسات المعنوية كما قال الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فهي من النجاسات المعنوية التي يجب على المؤمن أن يتخلى عنها وأن ينأى بنفسه عنها قال وهجرها أي هجر الأصنام تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها ذلك أن الهجر أصله الترك والمفارقة فأمر الله عز وجل بالترك والمفارقة للأصنام وذلك بتركها وترك من يعظمها وبالبراءة منها والبراءة من أهلها التوقف المؤلف رحمه الله عن بيان بقية الآيات لأن المقصود حصل فيما يستدله بالآيات الثلاث السابقة أو الأربعة السابقة قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر وأما قول ولا تمن تستكثر فمعناه أي لا تعطي عطاء ترجو أن يهدى إليك أو تعطى أكثر منه وقيل في معنى لا تمن تستكثر أي لا ترى ما تعمله أو ما تلقاه بسبب دعوتك الناس إلى التوحيد شيئا كبيرا فيحمل كذلك على أي شيء على الاستكثر من العمل يعني أنك تتعظم هذا العمل فتقصر عن الزيادة وعن مزيد عمل هكذا قيل في تفسير ولا تمن تستكثر وكلاهما وكلاهما يصح تفسير آية به وقول ولي ربك فاصبر أمر الله عز وجل نبيه بالصبر له وذلك بأن يخلص صبره لله عز وجل لأن من الناس من يصبر لكن لا يستحضر أن صبره لله عز وجل والمأمور به من الصبر هو الصبر لله عز وجل احتسابا فقوله ولي ربك فاصبر أي اصبر رغبة فيما عنده ورجاء ثوابه وإعانته سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله وأخذ على هذا أي على الدعوة إلى التوحيد عشر سنين يدعو إلى التوحيد وأخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وهذا فيه أنه لم يسبق هذا أمر بالصلاة وقد اختلف في وقت العروج هل كان قبل ثلاث سنوات أو قبل سنتين أو أكثر أو أقل المهم أنه في آخر مدة إقامته في مكة صلى الله عليه وسلم ولا يفهم من قوله رحمه الله أنه اقتصر في الدعوة إلى التوحيد على العشر السنوات الأولى ثم انقطعت الدعوة هذا ليس مرادا ولم يقصده المؤلف رحمه الله إنما أراد بيان أن صلب ما كان يدعو ما كان يدعو إليه ويكرره على الناس طيل طيلة العشر سنوات الأولى من الدعوة هي التوحيد فقط ومع ذلك كان يدعو صلى الله عليه وسلم إلى صلة الأرحام وإلى أنواع من من الخير التي هي من مكملة التوحيد وهي من فضائل الأخلاق لكن صلب الدعوة وأصلها وأساسها ومحور الخلاف مع المشركين هو دعوته صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده ولذلك لم ينكر أهل مكة عليه غير هذه الدعوة أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب فإنما استغربوا وتعجبوا من هذه الدعوة لا من غيرها قال وفرضت عليه الصلوات الخمس والعروج بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل ودل عليه القرآن فالعروج قد جاء ذكره في أول سورة النجم وأما الإسراء فقد جاء صريحا واضحا في أول سورة بني إسرائيل سورة الإسراء وقد عرج بروحه وجسده على الصحيح من أقوال أهل العلم قال وفرضت عليه الصلوات الخمس يعني في وقت عروجه وذلك لشرفها وعظيم مكانتها فإن الله سبحانه وتعالى اختص هذه الفريضة دون غيرها بأن باشر فرضها سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يجعل بينه وبين رسوله سفيرا أو رسولا من الملائكة قال وصل في مكة ثلاث سنين يعني هذه الصلوات المفروضة وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة وذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعذر عليه دعوة الناس وحيل بينه وبين الدعوة إلى التوحيد وحوصر وهم قومه أن يقتلوه فلما سدت الطرق وأوصدت الأبواب ولم يكن سبيل إلى تبليغ دين الله عز وجل إلا بالهجرة آمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة من مكة إلى المدينة نعم والهجرة الانتقال من بلد شرك إلى بلد الإسلام وهي فريضة على هذه الأمة من بلد شرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضافين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضافين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياه فعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها قوله رحمه الله والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذا هو معناها في الاصطلاح الهجرة في اصطلاح العلماء الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي من حيث الأصل مشتقة من الهجر والهجر تقدم بيانه قبل قليل وأنه الترك والمفارقة ثم من هذا التعريف يتبين لنا أن البلاد تنقسم إلى قسمين من حيث الجملة بلاد الشرك وبلاد إسلام وهي التي يتكلم عنها الفقهاء في قولهم دار الحرب نعم دار الكفر ودار الإسلام فما هي دار الكفر وما هي دار الإسلام دار الكفر هي البلاد التي يغلب فيها أهل الكفر ودار الإسلام هي البلاد التي يغلب فيها أهل الإسلام هذا هو أجود ما قيل في بيان دار الكفر ودار الإسلام دار الكفر هي التي يغلب فيها أهل الكفر ودار الإسلام هي التي يغلب فيها أهل الإسلام وهناك من الدور ما يتعذر وصفه بكفر أو إسلام وهي الدور التي يختلط فيها المسلمون بالكفار اختلاطا لا يمكن أن يوصف المكان بأنه دار كفر ولا يمكن أن يوصف بدار إسلام وهذا هذه الدار يعامل فيها الكافر بما يستحق والمسلم بما يستحق قال المؤلف رحمه الله والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فأفادنا رحمه الله أن الهجرة واجبة على أهل الإسلام من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واعلم أن الهجرة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب الهجرة الواجبة هي في حق من لم يستطع أن يقوم بشعر الدين يعني المسلم الذي في بلاد الكفر ولا يتمكن من إظهار دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر إن استطاع ففهمنا أن الهجرة الواجبة لها شرط الشرط الأول عدم التمكن من إظهار شاعر الدين ما يستطيع أن يقيم دينه كرط الثاني أن يكون مستطيعا وهذا سيتبين من الآية الآية والدليل الذي ساقه المؤلف رحمه الله أما الهجرة المستحبة فهي الهجرة من المكان الذي ينقص فيه دين الإنسان ينقص ويتمكن من إظهار الدين والقيام بشعائره لكن ينقص دينه في هذا المكان فالهجرة عن مثل هذا المكان حكمها الاستحباب سواء كانت دار كفر أو كانت دار فسق هذا من حيث الأصل في تقسيم الهجرة إلى واجبه مستحبة قال رحمه الله وهي باقية الإشارة إلى أي شيء إلى الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة إلى أن تقوم الساعة وذلك لما سيذكره من دليل في قوله لا تنقطع الهجرة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة وهذا يفيد استمار الهجرة استدل رحمه الله على وجوب الهجرة قال والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بأي شيء ظلموا أنفسهم بالبقاء بين ظهراني المشركين مع إمكان الهجرة وتعذر إقامة الدين قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض فإذا كانوا مستضعفين في الأرض هذا يفيدنا أنهم لا يتمكنون من أي شيء من إظهار شاعر الدين قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها هذا جواب الملائكة على اعتذارهم في أنهم مستضعفون قال فأولئك مأواهم جهنم وساعت مصيرا هذا حكم الله فيهم مأواهم أي مصيرهم ومآلهم جهنم وساعت مصيرا نعوذ بالله منها ثم استثناء فقال إلا المستضعفين ثم بيّن منهم وهذا فيه الدليل على الشرط الثاني وهو القدرة على الهجرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فهم لا يستطيعون التخلص من هذا الاستضعاف الذي هم فيه ولا سبيل لهم إلى الوصول إلى المسلمين إما بضعفهم أو إكراههم على الإقامة بين المشركين أو غير ذلك مما يحقق هذا الوصف فيهم أنهم لا يستطيعون حيلة يتخلصون بها من تسلط الكفار ولا يهتدون سبيلا يصلون به إلى المسلمين قال فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا غفورا وهذا وعد من الله عز وجل بالعفو عن هؤلاء لعذرهم بعدم الاستطاعة ثم قال وقوله يعني في الدليل على وجوب الهجرة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون أمر الله عز وجل هنا بالهجرة إذا تعذر إقامة العبادة في مكان أن يهاجر إلى أرض الله الواسعة ليحقق العبادة قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم باسم الإيمان وفهمنا من هذا أن ترك الهجرة كفر أو ليس بكفر ترك الهجرة مع القدرة عليها ليس بكفر إنما هو من المعاصي فقولوا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا هذه عقوبة وليست جهنم التي يخلد فيها أهلها نعم قال والدليل على الهجرة من السنة قوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وعند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وهذا دليل استمرار الهجرة طيب هذا الحديث كيف يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية أو ولكن جهاد ونية يتفق أن الهجرة المنفية في حديث الصحيحين هي الهجرة المعهودة في زمانه وهي الهجرة من مكة إلى المدينة وذلك أنه بالفتح تحولت مكة من كونها دار كفر إلى دار إسلام ولما سارت دار إسلام انتهى وجوب الهجرة منها أو استحباب الهجرة منها وكذلك بقية الجهات في الجزيرة بالفتح سلمت للنبي صلى الله عليه وسلم وأتى الوفود إليه صلى الله عليه وسلم مقرين بدعوته مستسلمين له صلى الله عليه وسلم فقال لا هجرة بعد الفتح وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد إسلام فهي مستمرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة وللعموم في قوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة وكذلك العموم في آيات سورة النساء نقف على هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد